قبل اغتيال إسرائيل لأهم قائد عسكري لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية كانت لغة التحذير بالعلامة الكاملة لفصائل وأذرع إيران سيما حزب الله لكن العملية تمت والتي كذلك تبعث على إشعال فتيل الفوضى واندلاع المزيد من التوتر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي غرف المسؤولين اللبنانيين حذروا وأرسلوا مزيدا من رسائل المخاوف من توسع العنف والتي لا يمكن احتساب توقعاتها في خضم ما يجري من تبادل للنار الاتهامات تطال الطرفين حيث الدعوات الغربية إلى حزب الله بكفي يده عن المزيد من أعمال العنف فيما توجه نفس الرسائل للجانب الإسرائيلي الذي لم يستمع لأي طرف فيما يتعلق بالرد على ضربة مجد الشمس تحديدا وقبلها استهداف مدنيين في جملة استهداف لقيادات في حزب الله اللبناني في الأثناء تذكر وسائل إعلام توجه بوارج أميركية إلى السواحل اللبنانية بعد الضربة التي استهدفت فؤاد شكر يأتي هذا التحرك الأميركي حسب ما تقول مصادر عسكرية أميركية تحسبا لأي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وإيران في هذا المجال هذه البوارج الأميركية لديها القدرة على المساعدة في إجلاء المدنيين في حال اندلاع حرب واسعة لكن السبب الرئيس لمجيئها يتعلق بقوة الردع ولتجنب توسيع الصراع في المنطقة يغرق لبنان إذن في بحر الصراع وتعلن حكومته بتوسيع خطة طوارئ لوقود يتوفر لديها لمدة أربعة أسابيع فقط ومراكز إيواء لمليون شخص كل تلك المؤشرات التي تغلي على الأرض يشدد المجتمع الدولي على أن إيقاف النار في غزة هو بوابة على تهديئة في كل الجبهات بالمنطقة اشتركوا في القناة